اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الالاف من فرص العمل والتدريب للشباب البحريني في مختلف التخصصات كيف نربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات الحقيقية لسوق العمل هذا ما يتأتى هذا الموضوع بجهد منفرد من قبل وزارة او من قبل جهة هذا جهد علمي مجتمعي تخطيطي للمستقبل بحيث انه تساهم فيه كل الجامعات كل المعاهد التدريبية كل الشركات المتخصصة لتقديم فرص تساعد الطلبة وتساعد الباحثين عن عمل للتعرف على المهارات والاتجاهات الاساسية والاحتياجات الاساسية في السوق المعرض كان بشراكة مع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم من قسم اربعة اقسام قسم تعليم بحيث ان الجامعات كانوا مشاركين معنا وقسم تدريب بحيث ان المعاهد التدريبية المعتمدة من قبل وزارة العمل ومدعومة من قبل تمكين ايضا مشاركين معنا القسم الثالث هي الشركات التوظيف والقسم الرابع الشركات المهتمة بتوظيف في البحرينين سوق العمل البحرينية هي سوق ترتكز على الكفاءات العملية والأكاديمية والتي لابد لها من التطوير المستمر والتدريب على أحدث التقنيات والقدرات التي تؤهلهم للعمل ليكون الخيار الأول نائما برنامج الإشهاد هو وفق للمعايير الدولية للكفاءات على مايكروسوفت في الكلاود ديفولوبمنت تركس إذن سوف يساهم في زيادة فرص العمل للشاب البحريني وكذلك تغذية روح ريادة الأعمال بالنسبة للبحرينيين اللي يريدون عمل إنتربرنورشيب وكذلك زيادة فرص العمل وتغذية ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وذلك وفقا للمعايير الدولية هذا هو اللي سباشل على البروغرام لها أهمية فائقة طبعا لعرض البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعة ومساعدة الطلاب على اختيار البرنامج الصحيح التي تؤهلهم لإيجاد العمل المناسب طبعا الجامعة طرحت برامج قديمة في الماضي ونحن الآن نطرح برامج جديدة مع جامعات إنجليزية في مجالات الهندسة حيث سنفتح كلية الهندسة في العام الدراسي القادم سبتمبر 2017 وهذه فرص جديدة طبعا لمملكة البحرين لاستيعاب طاقات طلابية هائلة وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم السفادة الرئيسية وهو أن التخصصات لما يختارون تخصص صحيح ممكن يندرجون في سوق العمل مباشرة بعد التخرج بدل ما يأخذون تخصصات لا يحتاج السوق العمل فرص سانحة تناسب طموحات الشاب البحريني الراغب في بدء حياته العملية بكفاءة عالية تأتي ظن العديد من المبادرات الوطنية الهادف إلى تقليل نسب البطالة ودعم الكفاءات الوطنية على كافة الأصعدة جهود وطنية حثيثة تكاتفت هنا على أرض هذا المعرض الذي يوفر الآلاف من فرص العمل أمام الشاب البحريني علاوة على آلاف الفرص في مجال تطوير وتدريب كفاءة الشاب البحريني ليكون رافدا هاما لسوق العمل البحريني نحن العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر